اشتركوا في القناة خطة برهان وعبد الرحمن للمعركة القادمة مع قوات تسوتسو التي يقودها تان وكاد ان يحصل شجار بين حكمة وبرهان لولا ان برهان تدارك الامر بذكاء نجحت خطة برهان وانهزم جيش تان واعترف حمزة وحكمة بانه ما كان على خطأ اما القائد تان فقد قرر تسليم نفسه للقائد تسوتسو مستعدا لأي عقوبة بسبب وقوعه في الفخ الذي نصبه له برهان بذكاء شديد كيف حصل ذلك؟ لقد اخذت معك جيشان جرارا ياتان لكنك اصبت بهزيمة ساحقة سيدي شعرت بمسؤوليتي عن الهزيمة لذلك جئت ليسلم نفسي انا مستعد لأي عقوبة تفردها لن يفيدني ذلك الاهم هو اسبب الهزيمة حصلت هذه الهزيمة بسبب خطة برهان ماذا؟ بسبب خطة برهان؟ هذا كلام مرفوض من قائد شجاع خاض المعارك الكثيرة مذ كان شابا صغيرا الا تغجل؟ استعمل برهان والقائد عبد الرحمن خطة ناري ببراعة ووقعت في شراكه لانني كنت متسرعا ومتلاهفا لتحقيق الانتصار قدرنا الهزيمة والانتصار سامحتك هيا يا تان استعد لتمحو العارف المعركة القادمة فكوا قيودة اشكرك يا سيدي معركتنا مع عبد الرحمن لن تنتهي بهذه الهزيمة والان اجمعوا خمس فرق قوية كل فرقة من خمسين الف جنديا وفارس استعدادا للمعركة اريد منكم انتصارا مدويا تقع مراكز قوات عبد الرحمن على الجانب الايسر من هذا النهر يجب ان نستفيد من طبيعة المنطقة في هذا الوقت جئت الى هنا بناء على طلب منك يا سيدي مرحبا تانفو هل سمعت ان عبد الرحمن قد ربح المعركة نتيجة خطة برهان سمعت بذلك امر سيء كان كلامك عن ذكاء برهان صادقا وهذا يعني انه يجب ان لا نستهين بقوة عبد الرحمن ساقود الجيش بنفسي هذه المرة واريد منك ان تذهب معي حاضر ساذهب معك طالما ترغب في ذلك حسنا حتى لو ذهبت معك يا تسو تسو فلن تستفيد من افكاري ابدا لن اقف ضد عبد الرحمن انا متشوق لمعرفة خطة برهان لقتال هذا الجيش الكبير اشعر ان ايامي في هذه الحياة باتت قليلة يا عبد الرحمن لا شيء لدي لكي اقلق عليه ان قبلت طلبي ارجوك اقبل قيادة المقاطعة من بعدي ستكون بخير ان شاء الله ابنك اليوسانك سيكون دائما بجوارك وابنك اليوشي يدافع عن الحدود وانا واصدقائي سنحمي حصن تشينج تشو مهما كان الثمن كن مطمئنا يا سيدي اليوشي لا اعرف مصيره واليوسانك لا يزال صغيرا ارجوك اقبل طلبي هذا سامحني لانني لن اقبل المعذرة يا سيدي سانسي هل تريد شيئا جاهدنا اخبار خطيرة بدأ القائد السوتسوه جمعوا على حدودنا هل علمت من يقودهم اجل القائد السوتسوه هو الذي يقود هذا الجيش اذا فقد جاء بنفسه عبد الرحمن اذا كان الرفض قرارك الاخير لما فر اذا من جعل ابني قائدا لهذه المقاطعة ولكن ارجوك ان تشرف عليه بنفسك كما تريد يا اليوبي سابقى دائما الى جانب ابنك ساكتب وصية بهذا الامر احضر لي ورقة وقلم حاضر ارجو السمح لي ساعود الى الحسن لأعد خطة المواجهة ان قوات السوتسوه كبيرة جدا هذه المرة لا تقلق لذلك يا صديقي عبد الرحمن لدينا ابطال اقوى مثل حمزة وشايات ولا تنسى ان رمحي هذا ينتظر القتال كما ان المخطط برهان معنا وسيعد لنا خطة ذكية لا تخطر على بال ولذلك يجب ان لا نخشد سوتسوه ديرت رأيك فيه كثيرا انا ايضا اصبحت اسمح مثل السمكة سيجعل لوشي وريثه على المقاطعة يجب ان تتصرفي ستخسرين كل شيء ان اصبح لوشي وريثا ماذا افعل اليوبيا يكتب الوصية الان وقد كلف عبد الرحمن بالاشراف على اليوشي حتى تستتبى الامور يبدو انه من الصعب ان يرسدني لا تدعي اليأسى يسيطر عليك لدي فكرة تنقذ الموقف ساستميل امين سره سانسي وساطلب منه تزوير الوصية اخترق جيش تسوتسو حدود مقاطعة تشيمشو واصبح على مقربة من حصن القائد عبد الرحمن كان هجوم تسوتسو على الحصن على وشك البد في هذه الاثناء اقنعت سايماو امين سر القائد اليوبيا بتزوير وصيته وهكذا سار سانسي القائد تسوتسو كمبعوث من قبل تسايماو بما ان القائد اليوبيا مات وخلفه ابنه اليوسانك في حكم المقاطعة ساقبل عرضكم بالاستسلام لي دون اي شروط نحن تحت اوامركم هناك اعداء خطيرون في مقاطعتكم ان تعرض احد لاي جندي من قواتي ساقتلكم جميعا بما فيهم انت وماو شعر تسوتسو بزهو الانتصار امام هذا الخنوع الذي قام به تسايماو ولذلك فرض شروطه اوافق ان يبقى اليوسانك قائدا لكن لينفذ اوامري كما تريدون يا سيدي وفرنا مشقة الهجوم على حصن تشينكشو ولذلك سنركز كل قواتنا باتجاه حصن عبد الرحمن سوكان هاجم عبد الرحمن حاضر سأنفذ هجومي على الحصن وسأجلب لك رأسي عبد الرحمن وبرهان نعيدك ان ننتصر في هذه المرة برأيك ما هي خطة عبد الرحمن وبرهان في مقاتلتنا من الممكن ان يقوم باستخدام خطة النار الحارقة ماذا؟ هل يمكن ان يستخدم نفس الخطة السابقة؟ احيانا يستخدم برهان خطة غير متوقعة حصنهم محاط بالجبال والانهار لذلك يجب ان نكون حذرين من النار والماء سوكان يقض ولن تمر الخطة عليه انا واثق انها المعركة الحاسمة مع عبد الرحمن اذا ليست هناك اية مشكلة ستنهزم يا تسوغان اين كنت في هذه الساعة متأخرة؟ هلست انت سيد سانسي؟ اجل هذا صحيح يبدو انك كنت ذاهبا في مهمة رسمية خارج الحصم يا سانسي كنت عند تسو تسو ارسلني تسايم او كنت تزور تسو تسو ونحن في حالة الحرب؟ سألقي القبض عليك يا سانسي بتهمة الخيارة والتأمر الرحمة توفي القائد اليو بيه منذ ايامه قد اخفوا عن النبأ وزورت تسايم او واخته هاندي وصية اليو بيه فعينوا اليوسانغ وريفة للمقاطعة واعلنوا استسلامهم لتسو تسو هذه جريمة كبيرة لن اسامحهم عليها ابدا عبد الرحمن اسمح لي بمهاجمة حصن تشينك تشو لالقاء القبض عليهم يجب ان نقتل تسايم او قبل ان نتفرغ لمحاربة تسو تسو اوافق حكمة بمهاجمة حصن تشينك تشو لنستولي عليه قبل ان يصل اليه تسو تسو يا عبد الرحمن اوصاني القائد اليو بيه باولاده بعد وفاته فكيف سأهاجمهم واقتلهم لن اقبل ان افعل هذا الشيء ولو اضطرت لترك المقاطعة الى اي مكان هذا هو رأيي اذا استسلم حصن تشينك تشو الى تسو تسو فسوف يتفرغ كليا لمهاجمة حصننا بكامل قواته الكبيرة والموجودة هنا الى قواتنا صغيرة لذلك لا نستطيع ان نصد هجوم قواته هل لديك خطة مناسبة لهذا الموقف يا برهان اجل ذهب بمعي هذه هي المنطقة الخطرة لن نقع في الفخ الذي وقع فيه تان كن يقظا حاضر سأراقبهم سمعت ان طلائع جيشهم تتألف من فرقتين يقودهما تسو غان وهم الان على مشارف حصننا في المنطقة الخطرة لا نستطيع ان ندافع بجيش صغير اقترح ان نهجر الحصن واقترح ايضا ان ننتقل الى مكان اخر لاننا نريد ان نجنب الناس الابرياء القتال سنمركز قواتنا في حصن الصخور قرب النهر الابيض مما سيدفعهم الى النهر وهذه مهمة رأفة ساخبر كل قائد منكم عن الموقع الذي سيتمركز فيه وارجو ان يتم الالتزام الكامل بالخطة سيتمركز القائد حمزة في التلة التي تقع اعلى مجرى النهر اما القائد حكمت فسيكمن قرب المعبر وهناك سينتظر تعليمات جديدة اتمنى ان اكون حيث القتال العنيف موقعك سيلبي رغباتك ايها القائد افكارك منعشة اما يانو معه الفتكوان فعليهما ان يبقيا هنا داخل هذا الحزن لا اريد ان ابقى هنا يا سيدي لا تتدمر ايها الفتاة كن واثقا مما يخطط له السيد برهان لا تنظر هكذا قد يكون هذا الحزن هو الساحة الرئيسية للقتال في المعركة هذا ما اتمناه تظيروا لحظة ميشو نيلوان دوركما هو التلويح بهذين العلمين غريب علم احمر واخر وازرق ستكون لعبة الممتعة ليس ذلك بوربيكان يا سيدي هذا ما اهدف اليه حددنا لكم مواقعكم والان سيخبركم برهان عن مجرى العملية الماء مقابل النار والنار مقابل الماء سوف نستخدم العملية بواجهين ان تحركتم كما هي الخطة سننتصر بالتأكيد وفقنا الله ايها الرجال قضت خطة القائد عبد الرحمن وبرهان بناء سد في الاعلى عند مجرى النهر الابين كان المجرى ضيقا لانه محصور بين جبلين وقد عمل حمزة وجنوده نهارا كاملا في سبيل بناء السد هذا العمل اكثر تعبا من القتال استريحوا القائد حكمة سوف يكمل مع جنوده عند ادنى النهر الابيض وسينتظر وصول قوات تسوتسول يشتبك معها لا تتحركوا من مكانكم على الاطلاق مللنا الجلوس في هذه المنطقة الهادئة الطقس جميل جدا هذا اليوم ارتاحوا ايها الرجال يبدو انا ليسا استحموا في النهر بعد ان يخرج الاهال من الحسن صبوا الزيوت على سقوف المنازل وحول البوابات واجمعوا الامتعة المهملة التي تشتعل بسرعة ولكن لا تضع شيئا عند البوابة الشرقية والان ابدأوا عملكم شيء مضحك هي لها من خطة غريبة اخذ اكوان القدور والالات الموسيقية سيعزفون لنا موسيقى الانتصار على تسوتسول بعد انتهاء المعركة تبدو واثقا انها ثقتي بك ايها القائد النبيل بدأت طليعة قوات تسوتسو بالزحف الى حسن القائد عبد الرحمن كانت سوغان يقود طليعة الجيش ولذلك كان حذرا جدا من الوقوع في نفس المسيدة التي وقع فيها القائد تان من قبل ولكن هل ينفع الحذر حين تكون الخطة مرسومة بشكل جيد لماذا توقفت؟ ارجو المعذرة هناك كمين انظر انهم يتصلون ببعضهم عن طريق الاعلام تظهر بانكما تتصلان معا بواسطة التلويح في الاعلام الملونة سوغان قائد يقف فبعد ان يهاجم الكمين الخطر سيتقدم الى داخل الحسن حسنا لابد ان يكون تلويح الاعلام اشارات بين عدة مجموعة متفرقة سنقوم بمهاجمتهم الان عكس ما يتوقعون استعدوا للهجوم حاضر تقدموا يعزفون الموسيقى هنا المجانين يهزأون بنا حا عادوا الى الاعلى والقوا بهم سمحطم هؤلاء المجانين وقعوا بالنسيادة هذا يراثمهم عبد الرحمن ساقصوا ناسك لنختفوا جميعا سو دمر حسنكم أهالا يا عبد الرحمن يوبرهان لم نعرف على أي إنسان في هذا الحصن الجبناء هجروا الحصن وولوا هاربين دعي الجنود يرتحون اليوم سنبدأ المطاردة غدا صباحا حاضر سيهاجمون الحصن حفما وعندما لن يجدوا أحدا فيه سينامون في البيوت المهجورة وقبيل الفجر ستقومون بمهاجمة الجنود قبل أن يستيقظوا هذا الفجر يبسق لقد حانت ساعة الهجوم ولابد أن جنود سو تسو الآن غارقون في النوم الآن اهجبوا جميع أبواب الحصن مغلقة من الخارج إلا البوابة الشرقية اجمع الجنود واطلب منهم عبورها حاضر سيهربون من البوابة الشرقية لأنها ستكون الوحيدة السالكة هاجموهم وادفعوا بهم إلى مجرى النهر الأبيض قرموهم 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 جميعا تباسكوا أيها الرجال قاعد تشبيع الجش يهوشو مزحبوا تعالوا نحن في انتظاركم قبيل الصباح ستسمعون أصوات أقدام الجنود وحوافر خيول الأعدائك أسفل النار ستكون هذه هي الإشارة لتحطيم السد على النهر ولا نفتح المياه ما هي خسائرنا حتى الآن؟ أبيد جيشنا تقريباً سيقتلني تسوتسو معركة رهيبة ومؤلمة بعد أن تتحطم قوات الطليعة التي يقودها تسوغان لن يكون أمامهم سوى الهرب منكسرين من أسفل النهر الأبيض وهناك ستنتظرهم يا حكمة وتجهز عليهم وصلت تسوغان وجيشه حسب الخطة سأصداد حوتاً إنه حكمة يجب أن تهرب الآن يا سيدي هيا تسوغان 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 هارب أبيدت طليعة قوات جيش تسوتسو بعد أن نفذ جميع القادة خطة برهان بشكل ناجف سارت قوات القائد عبد الرحمن إلى حصن السخور دون أن تخسر أي جندي كان ذلك نصرا عظيما للطموحات النبيلة أبادوا فرقتين كل منهما خمسون ألف جندي لن أنسى ذلك أبدا هزمت قوات تسوتسو الكبيرة أمام ذكاء برهان ومعرفته بظروف الطبيعة وأمام إصرار عبد الرحمن وأصدقائه على السير قدما في تحقيق أهدافهم الإنسانية لم يكن تسوتسو يعتقد أبدا أن جيشا صغيرا مسلحا بالحق يمكن أن يهزم جيشا جرارا مثل جيشه